السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج نبضات شعر اليوم بإذن الله سوف نتكلم عن موضوع هام جدا بالنسبة للشعر وهو موضوع الإلهام موضوع الإلهام هذا يشغل الكثير من الناس فحين يسمعون أي قصيدة شعرية لأي شعر يتعجبون كيف استطاع هذا الشعر أن يكتب هذا الشعر هل هناك قوة خفية توحي إلى الشعر هذا الشعر أم هناك جن يقوم بإلقاء هذا الشعر على صدر الشعر أم هي قدرات خاصة وهبها الله سبحانه وتعالى لهذا الشعر في الحقيقة عند العرب قديما أيام الجهلية كانوا يعتقدون أن لكل شاعر جني يوحي إليه هذا الشعر حتى أنهم كانوا يعني يطلقون أسماء معينة على كل جني خاص بشاعر معين مثل امرأ القيسي كانوا يطلقون على الجن الذي يوحي إليه الشعر اسمه لافظ بنلاحظ وأيضا حسان بن سابت نجده يعني في بيت قاله من قبل قال ولي صديق من بني الشيصاباني تارة أقول وتارة هو يعني بني الشيصابان هؤلاء قبيلة من الجن كانت تسكن شبه الجزيرة العربية فهو يعني حسان بن سابت يقول مرة أقول أنا هذا الشعر ومرة الجني هذا الذي معي وهو صديقي هو الذي يوحي إليه هذا الشعر وليس عند الجهلين فقط بل حتى أن جرير كان يتباهى على الشاعر الكبير الفرزدق فيقول إن شيطان جرير زكر وشيطان الفرزدق أنسى فقال في بيت وشيطانه من الشعر أنسى وشيطان من الشعر زكر عند الصينيين كانوا يفسرون موضوع الإلهام بأنها فتيات الجمال التي توحي إلى الشاعر القصائد التي يقولها لكن مسألة كل شاعر لديه جني هذه أساطير لا حقيقة لها في الحقيقة يعني الله يعني يرزق بعض الناس بهذه الموهبة وهي موهبة الشعر والملكة بعض الناس يكتشف ويعلم بهذه الموهبة فينميها ويقرأ كثيرا والبعض الآخر لا يكتشفها من الأساس ولا ينميها فالقراءة والعمل والثقافة هي التي تنمي الموهبة الشعرية لدى الشاعر السؤال الذي يطرح نفسه هل يعني الإلهام وحده يكفي لصناعة الإبداع أو الفند؟ بالطبع لا الإلهام وحده لا يكفي بل لابد من الإطلاع والثقافة الواسعة والكد والعمل في هذا قال يعني توماس أديسون حينما سألوه من قبل قالوا له هل يعني لذلك يكتب الشعر قد يتأثر بموقف يعني يفرح فيه كثيرا فتتحرك مشاعره فيكتب هذا الشعر قد يقرأ عن شخص معين يرى فيه أنه فوق البشر يختلف عن باقي البشر فيكتب فيه كم من الشعراء كتبوا في حب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم وجدوا أن الرسول يعني سيد البشرية بالطبع قد أيضا يكتب الشاعر فيه شخص معين عالم كبير يتأثر به من قبل قرأته عن الإمام أبو حمد الغزالي والإمام أبو حمد الغزالي يعني هو حجة الإسلام وهو أزكى يعني واحد من أزكياء العالم فتأثرت بشخصية الإمام الغزالي وكتاباته وزكائه الواسع والطلاعه وكتاباته في الفلسفة ورده على الفلاسفة ورده على الفرق التي ظهرت في العصر الذي كان يعيش فيه الإمام الغزالي كان عصرا مليئا بالفتن كتبته عن الإمام الغزالي إنهل من الحق كل مورد فإمامنا في كل علم مدرسة رجل عاش العلم يرتقي به حجة الإسلام وإمام الجهابزة أتى الغزالي حاملا سيفه على كل باغ في الدين فلسفة مقاصد بها أراء قوم قد تمردوا فاجمع فهي مقاصد الفلاسفة فرق الباطل أبدت أنيابها زورا وجورا وفي الدين شعوزة للفتن أشياع تعازم جرمها لآدم فيهم عرق وعرق الأبالسة فالباطنية لهم المستظهري أراؤهم جميعا كلها ملوسة وباكورة الأصول منقولها فحسبك أن يدفن التلميذ أساتزة ومستصف الأصول نبراسها لنهج المتكلمين واحد الأعمدة وإحياء العلوم لبها وجلها في بنيانها عمودا لها وهندسة من قبل أيضا قرأت في كتاب البلاغة أبيات للإمام عبدالقاهر الجرجاني يقول فيها لا تأمن النفسة من شاعر مدام حيا سالما معطقا فإن من يحسن مدحكم كاذبا يحسن هجوكم صادقا فتعصرت بقراءة هذه الأبيات فكتبت على منوالها كن حازرا من الشعراء فسهمهم للمرمى لا يخيبوا ولا تعاد الشعراء كفي هجائهم لا يترك صاحب ولا حبيب فإن في قوافيهم هجوا يحاروا في فهمه اللبيب إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح فكرة ومسألة الإلهام أستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته